بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرض لأمثلة صحفية توضح كيفية كتابة الخبر وكيف يجيب الخبر عن الأسئلة الستة وكيف تقسم فقراته وكيف يراعي العناصر الخبرية نبدأ بالخبر الأول العصور على 54 جثة لركاب الطائرة الإندونسية نلاحظ العنوان مختصر وذكر أهم ما في الخبر وهو العصور على القتلى وعددهم ومكتوب بصيغة مصدر الفعل العصور نشوف متن الخبر نلاحظ أن متن الخبر عبارة عن سبع فقرات وكل فقرة تنتهي بنقطة ثم يبدأ من أول السطر والفقرة الأولى هي مقدمة الخبر وتحتوي على أهم ما في الخبر بصورة إجمالية مختصرة أعلنت السلطات الإندونسية اليوم العصور على جثة 54 راكبا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت قبل يومين في منطقة جبلية نائية شرقي إندونسيا ونلاحظ أن المقدمة أجابت على أربع أسئلة ماذا حدث؟ السلطات الإندونسية تعلن عن كذا من أطراف الحدث؟ السلطات والركاب متى حدث اليوم؟ أين في منطقة جبلية شرق إندونسيا؟ وبعد فقرة المقدمة بدأ الخبر في ذكر التفاصيل في الفقرة الثانية زي اسم المتحدث وتفاصيل الوفيهات والفقرة الثالثة والربعة فيها معلومات مكملة لوصف الطائرة وطاقم العمل وحمولتها وحالتها بعد الحادث والفقرة الخمسة والستة تذكير بمعلومات سابقة عن الحادث والفقرة الأخيرة إضافة معلومة إحصائية للحوادث المتشابهة وأن هذه الكارثة هي الثالثة في أقل من عام ده نموذك لكتابة خبر صحفي بنظام الهرم المقلوب الذي يعتمد على ذكر أهم ما في الخبر في أعلى الخبر ثم تدرج في ذكر المهم ثم الأقل أهمية الخبر الثاني رياضي ونلاحظ فيه إنه عبارة عن عنوانين أزمة الشيخ تشعر الشارع الرياضي بمصر الأهلي يقاطع اتحاد الكرة والبطولات المحلية ده نموذك تاني في كتابة العنوين وهو أن يكتب من جزئين يفصل بينهم بعض النقاط أو يكتب في سطرين منفصلين كل ده بيتوقف على نظام تنسيق الجريدة أو النوقع الإلكتروني ونلاحظ إن العنوان استخدم عنصر الصراع عند صياغته أزمة تشعل تقاطع وكل ده يزيد من جذب الكراء لقراءة الخبر الملاحظة الثالثة إنه وضع على 22 تنصيص حول كلمة الشيخ ليوضح إنه لقب أو اسم شهرة اللاعب ده بالإضافة إن العنوان مكتوب في صيغة الفعل المضارعة نشوف الخبر نلاحظ أيضا إنه مقسم لفقرات صغيرة وكل فقرة تحمل فكرة واحدة لتسهيل الكراءة أما فقرة المقدمة فتحتوي على مختصر لأهم ما في الخبر أعلن النادي الفلاني الثلاثاء عن قراره بمقاطعة الاتحاد والمسابقات فيما تعد واحدة من أكبر الأزمات هذا المحتوى يمثل أهم ما في الخبر ثم بعد المقدمة تلت فقرات لذكر تفاصيل الخبر من الأهم إلى المهم وتضمن التفاصيل أكتر عن المقاطعة والإجراءات القانونية ثم تلت فقرات لذكر خلفيات عن الخبر وتفسير سبب هذا الإعلان وعادة ما تكون تسكير بأخبار سابقة ونلاحظ أن حجم كل فقرة حوالي 3 أو 4 سطور وتبدأ بالفعل الماضي ويفضل أن تتنوع صياغ هذه الأفعال أعلن زكر قرر قال ويعيب على هذه الفقرة تكرار نفس الفعل كما قرر المجلس رفض العقوبات وكان الأفضل أن تبدأ مباشرة ورفض المجلس العقوبات الخبر الثالث خبر تقني ويندوز عشرة بالمرصاد للبرامج والألعاب المقرصنة عنوان ظريف استخدم أسلوب البلاغة والصراع مع الاختصار في الكلمات ويندوز عشرة اختصار لجملة نظام تشغيل الكمبيوتر الجديد ويندوز عشرة وكلمة بالمرصاد اختصار لجملة يقف بالمرصاد ونلاحظ قدامنا شكل آخر من أشكال العنوين أمامنا عنوانين الأول مختصر وقصير والعنوان الثاني تفصيل للعنوان الأول وطويل نسبيا وأيضا بالفعل المضارع نشوف مقدمة الخبر أعلن موقع مختص في أنظمة التشغيل الثلاثاء عن إمكانية رصد ويندوز عشرة للبرامج والألعاب المقرصنة المثبتة على الكمبيوتر وإيقافها عن العمل بشكل كامل مقدمة مختصرة بدأت بالفعل الماضي تناولت أهم ما في الخبر ثم تبعها فقرات تفصيل الخبر وتعليقات المهتمين وتوضيح بعض المسميات ثم في النهاية وضع معلومة ثانوية أو خلفية عن الشركة أو المنتج نموذج آخر لخبر يركز على الاختصار حتى ولو كانت الفقرة قصيرة مقتل 19 شخصا في انفجار كومبولا وسط العاصمة الغيلندية بانكوك أهم ما في الخبر عدد القتلة ثم حدث الانفجار على الترتيب وليس العكس وكما كل العنوين يستخدم مصدر الفعل أو الفعل المضارع وفي المقدمة قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 120 آخرين في انفجار هائل بكومبولا قرب كذا وسط العاصمة كذا المقدمة مختصرة وذكرت تفاصيل أخرى لم ترد في العنوان وهو عدد الإصابات ووصف المكان ويفضل أن يذكر العنوان عدد الإصابات أيضا لأنها معلومة ذات أهمية فيمكن مثلا أن يكون 19 قتيلا وأكثر من 120 مصابا في انفجار وسط العاصمة الغيلندية ويمكن أن يكتب أكثر من 139 قتيل ومصاب في انفجار وسط العاصمة الغيلندية إلا أن بعض المؤسسات الصحفية لا تحبس جمع الرقمين معا وتفضل فصل رقم القتلى عن المصابين وهذا في الحقيقة هو الأضك ونلاحظ في بقية الفقرات أنها صغيرة ومختصرة ولم يلجأ الصحفي لدمج فقرات حرصا على وحدة الفكرة في كل فقرة كما أن أفعال بداية الفقرات تميزت بالثراء والتنوع ويحظى وقال وأضاف وأشارت ولم تعلن وتقول ووقع ورصد إلى غير ذلك آخر نموذج معنا لخبر قصير السعودية نقطتين تشخيص 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالرياض وتسجيل حالة وفاة العنوان مختصر وذكر أهم ما في الخبر وهو الوفاة والإصابات لكن الأفضل في سياغة العنوان أن تكتب الوفاة أولا ثم الإصابات لترتيب الأهمية فيمكن أن يكتب كالتالي تسجيل حالة وفاة وتشخيص 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالرياض ويمكن أيضا اختصار العنوان ويصبح كالتالي حالة وفاة وتسع إصابات بكورونا بالرياض مع وضع علاماتين تنصيص على كلمة كورونا ونلاحظ أيضا في العنوان مكتوب كلمة السعودية ثم نقطتين فوق بعض ثم جملة وده يعني أن الكلام المكتوب بعد النقطتين ينسب للإسم المكتوب قبل النقطتين وهو في هذه الحالة الحكومة السعودية أو متحدث باسم الدولة ونلاحظ أن الخبر قصير عبارة عن 3 فقرات فقرة مقدمة ثم فقرة تفصيل لحالة الوفاء ثم إضافة معلومات إحصائية للخبر لاحظنا في هذه النمازج من الأخبار أنها تجيب على الأسئلة الستة وتراعي أهم العناصر الخبرية ولا تقسيم شائع داخل مكوناتها ولاحظنا أيضا أن العنوان اتسمت بالإيجاز وسرد أهم المعلومات وتصاغ بالفعل المضارع أو مصدر الفعل كما لاحظنا في هذه النمازج أنها تستخدم قالب الهرم المقلوب في عرض الفقرات أي عرض الأهم في المهم على أن تحتوي فقرة المقدمة على أهم ما في الخبر بشكل موجز وتكتب الفقرات في حجم صغير وتبدأ عادة بالفعل الماضي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر